تتسارع وترى تظهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في العاصمة الاقتصادية أبي جون ولا يتدو رئيس ساحر العائش المنتهية ولاياته لونج باكبو الذي يرفض الاستسلام متحصنا في مقرها الرئيس المنتخب والمعترف به دوليان الحسن وترى أعلن في خطاب رسمي عبر التلفزيون فرد حسار حول مقر إقامة جباكبو الذي حثه مع أنصاره على المصلحة وطلب من قوته فرد الأمن في أبي جون وقال وترى إن حصرا قد فرد حول محيط المقر الذي يتحصن فيه جباكبو مع أسلحة ثقيلة ومرتزقة موضحا أن هدف الحصار هو تأمين أمن سكان حي كوكودي في أبي جون عمليات إجلاء الرعاية الأجانب مستمرة منذ بدء العمليات العسكرية في الثالث من نيسان أبريل إذ غادر حوالي 1300 شخص بينهم عدد من الفرنسيين واللبنانيين المدينة في تجاه لومي ودكار وأكرا ويتوجده حوالي 2000 من الرعاية الأجانب في بوربوي قاعدة قوة لكورنة التابعة للحماية الفرنسية قرب مطار أبي جون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر